برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد افتتح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك معرض الألف بشروع الثالث والذي يقيمه للسنة الثالثة على التوالي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ويشارك في المعرض مئات من الشباب الكويتي المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية والحرة بعظيم الشرف والفخر أنيب سيد يهار صاحب السمو في افتتاح الملتقى الثالث للألف مشروع هذا البرنامج الذي أطغطه برنامج إعادة هيكلة والذي يهدف لتشجيع البشاريع الصغيرة لعرض منتجاتها وإمكانياتها والتعرف على ذوق السوق المحلي من خلال توفيض أماكن العرض بأسعار رمزية جدا وفي موقع مميز يمكن الجمهور من التواصل والتعرف على المتجات ترجمة نانسي قنقر